عايزين تشوفوا الصورة قبل وبعد كيف كان حال المستشفى المعمداني وكيف أصبح المستشفى المعمداني كان مستشفى أما الآن فهو مقبرة جماعية لأطفال ورجال ونساء شوف الصورة الصورة دي ملتقطة بالأقمار الصناعية للمستشفى المعمداني قبل القصف مستشفى داخل مدينة غزة مكان عادي تحيط به بيوت بعض الأشجار مناطق خضراء شوارع وضع عادي أما الآن وبعد المجزرة ده الوضع كان مستشفى والآن مقبرة جماعية زمان من أكتر من 16 سنة كان عندنا قطاع اسمه قطاع غزة أكتر من 320 كم مربع أكتر من 16 سنة وفي هذا القطاع في مدينة اسمها غزة تقريبا حوالي 22 كم مربع الكلام ده كان قبل 16 سنة لكن خلال 16 سنة الكائنة الصهيوني الحقيقة عمل معجزة بكل المقيس وكانت وأصبحت ولزالت هي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ الإنسانية عملوا أكبر سجن مفتوح على سطح الكرة الأرضية أكبر سجن مفتوح حصروا أكتر من 340 كم حصروا أكتر من 340 كم وصنعوا لها ما يطلق عليه غلافا غلاف غزة أراضي تم الاستلاء عليها أقاموا عليها المستوطنات جابوا جماعة أجانب سكنوهم في هذه المستوطنات مجموعة من أشرس أنواع الكائنات البشرية تقتل تجرح تقطع تغتاصب لا تفرق ما بين طفل وما بين كبير دون المستوطنين وقامت قوات الاحتلال بحصار 340 كم جدران عوازل جنود مصدات حواجز آلات حرب فيصبح 2 مليون وتقريباً و300 أو 400 ألف نفس عايشين جوا سجن ضخم مفتوح سابقة لم تحدث على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر